بشاهدين الكرام مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا بكم في نشرتنا الجوية لليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 ونبدأوها بكمية الأمتار السجنة من خلال الليلة الفارتة والجنب الإيجابي كونه الغيث النافعة كان في الشمال في الوسط وأيضا في الجنوب الكمية عموما كانت ضعيفة إلى متوسطة على كمية كانت في سيد علي بن عون من ولاية سيد بوزيدة 18 مليمتر في نفس المستوى أيضا في جهة وطن القبلي 18 في دار علوش كمية روحة من بين 3 إلى 14 مليمتر في ولاية القيروان من مليمترين لاثناش في جافسة وأيضا في زغوان على كمية في مناطق الشمال الغربي كانت في تبرق 11 مليمتر وكمية دون العشر مليمترات ببقية الولاية اليوم كنا معنيين بتراجع ملحوظ في درجة الحرارة انتيجة لوصول الكوتل الهوائية البردة اليوم الحرارة قصوى تروحت من بين 18 إلى 23 درجة بشمال بالمرتفعات ونسل عاصمة سجنة فيها 23 وأرقام كانت من بين 24 إلى 29 ببقية مناطق البلاد ومميزات تقصى اليوم نشوفونك العادة من خلال تسلسل لصور القمارة الاصناعية ولما يسحل السماء وذور صحب أحيانا كثيفة في أغلب مناطق البلاد رفقتها أمتار متفارقة ومواقع ترادية وليكانت غزيرة في جية الوطن القبلي كمية وصلت المستوى الـ 51 مليمتر في قليبيا 64 مليمتر في الهوارية ونتوقع التواصل نفس الخصوصية التليلة تقريبا ما زلنا معنيين بنزول الأمتار متفارقة مواقع ترادية في الشمال في الوسط وأيضا في الجنوب الأمتار تكون محليا غزيرة في مناطق أقصى الشمال وفي السواحل الشرقية لبلادنا الجانب الحركي كان أيضا مميز الوضعية الجوية رياح لي كانت تقوية قرب سواحل وبالجنوب موثيرة محليا لرمال والأتربة وسرعات هاليلات تجاوز مواقع 80 أثناء مرور صحب راعدية درجة حرارة ليلا تكون في مستوى 13 درجة بالمرتفعات وأرقام تتروح بين الـ 15-21 ببقية مناطق البلاد يوم الغد إن شاء الله ما زلنا معنيين بتقالبات والاضطرابات الجوية الأمتار تكون متفارقة مواقع ترادية في مناطق الشمال أحيانا غزيرة في أقصى الشمال الغربي لبلادنا وتشمل بصيفة تدريجية في فترة ما بعد دور الوسط وخلال الليلة فاصلة من بين يومي الجمعة والسبت سواحل الجنوب الشرقي لبلادنا قيرا سريعا درجة حرارة القصو والإن شاء الله بيشتعرف تراجع تفيف مع توصل تدفق الطائرات الهوائية الشمالية نابل 23 درجة 22 في قليبة 21 في تونس الكبرى وأيضا في زغوان أقل في بنزارة 20 في مناطق الشمال الغربي ينتوقع نزول الحرقص والمستوى 19 في تبرقة 20 في باجة 19 في جندوبة وأيضا في سليانة 18 درجة في الكاف في الوسط 17 بتالة بالقيروان 24 بجية ساحل بسوسة وبالمنستير 24 درجة بالمهدية 25 في عسيمة الجنوب السفاقس وقارقنة 26 في سيدي بوزيد 23 في القاسرين في مناطق الجنوب الغربي الحرارة أيضا في انخفاض نتوقع تسجيل 25 في قافسة في توزر 27 درجة في كبلي تصل حرقص والمستوى 27 26 في قابس وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربة نتوقع تسجيل 24 26 في مدنين في تتاوين و25 درجة برمادة بالنسبة للملاحة وسيد البحر بسوحانة الشمالية منطقة أيسيرات وخليجتونة سريح في أغلبها من قطاع الغربي سرعتها من 20 إلى 30 عقدة تتقلص فعاليتها بعد ذور تترحم بين 15 إلى 25 عقدة وتتزاوز إلى 40 أثناء مرور صحبة راديو البحر يكون شديد الاتراب بشمال بخليج حمامات وبجية السحل ريح في أغلبها غربية فشمالية غربية سرعتها من 20 إلى 30 عقدة تتراجع إلى مستوى 25 عقدة في فترة ما بعد ذور تتزاوز إلى 40 أثناء مرور الخلايا راديو البحر يكون شديد الاتراب فمترب وبمنطقتين الشابة وجربة وصولا إلى جرجيس سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تتقلص فعاليتها بعد ذور تكون من بين 10 إلى 20 عقدة تتزاوز إلى 35 أثناء مرور الخلايا راديو البحر يكون شديد الاتراب فمترب كنا عدد نمتلكم فكرة حول حالة تقص ببعض المدن والعواسم الأجنبية بين وكشوت سماء سافية 35 درجة 27 بالمغرب الأقصى 13 في الجزائر موشرة الأمتار في ترابلوس 25 درجة 38 في الخرطوم في القاهرة تقص ممتر أيضا 24 درجة بالبقاء المقدسة 36 في المدينة منورة 36 في مكة المكرمة سماء سافية بالدوحة بأبوذبي وبمسقة 34 تقص مغيم بالكويت 34 29 في بغداد في دمشق 24 36 في بيروت 30 درجة في القدس الشريف في إسطنبول توقع ظهور بعد صحب العابرة وبأوروبا روما 30 19 في فيينا بعد صحب ببرلين بجونيف بمرسيليا 22 موشرة الأمتار في لندن 17 18 درجة في بريس بشبه الجزيرة الأيبيرية سماء سافية في مدريد وبعد صحب في لشبونة 23 درجة تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة نهاية الأسبوع ما زلنا معنيين فيها بمواشرات أمتار متفارقة موقع ترادية في الشمال وأيضا في الوسط فيما خص الجانب الحركي ريح تكون من قطع الجنوبي ناشطة نسبيا قرب سواحل وضعيفة إلى معتدى داخل بلاد البحر يكون مترب إلى متموج والحرار قصوى تتواصل في مستوى سبعة 22 درجة في الشمال وفي المرتفعات وتروح بين 22 إلى 26 في بقية مناطق البلاد يوم الأحد تتنقل تايرات الهوائية التي تكون من قطع الشمال بأغلب مناطق البلاد استقرار متقب في درجة حرارة مشارة الأمتار تكون حضرة في الشمال في لسط وأيضا في الجنوب والتي تأخذ سبعة راعدية في المناطق السحلية الشرقية معيدة شروق والغروب اليوم الغد شروق شمس بإذن الله يكون في ساعة 6 و 35 دقيقة غروب وفي ساعة 5 و 31 دقيقة لمزيد من المعلومات والأرشادات نذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني إلى رأس الجوي موقع الويب ترى دوبلو في بوميتيو وقونتين تبعثوا إرسالية قصيرة ولا تصلوا برقم الموزع الصوتي 88-40-40 أوقات الصلاة اليوم الغد صلاة صبح بداية من الخامسة وثمان دقائق الجمعة من التصفى نهار وعشر دقائق أقساة العسر في الساعة الثالثة وستدق أقساة المغرب في الساعة الخامسة و 33 دقيقة وصدت عيشاء بإذن الله في الساعة السابعة إلا دقيقتين شكرا على حصم متابعة الاهتمام إلى اللقاء